لا بس انت في مشوارك يا دوحة اكيد شفت كثير يا حبيبي يعني من ايام الموجي وعبد الوهاب لدي جي ساسو وفيدوك الدخلاوي ايوة والحقت كمان انت الصبوحة صح؟ اه الصبوحة دي حبيبتي الله يرحمها ايه كانت بدأت تصبغ ولا كانت لسه بخيرها؟ اه هي طول عمرها كانت امر كنت بشوفها يعني احلى السيدات اللي بشوفها في حياتي لان هي تركيبة نفسيا تخليكي مقبلة على الحياة وبتحب اللي حواليكي وبتحب الناس الله يرحمها كانت من اجمل واطهر القلوب اللي انا شفتها في حياتي كانت ديفا صبحت ديفا طبعا بس كانت خوافة قوي يعني كانت بتخاف جدا كنا في رحلة مرة كده لراحين عندنا شغل حفلة في العراق فانا في الطيرا بقى فضلت قاعد قدامها كده اجي من مكاني قاعد قدامها اقول لها تخيالي يا صبوحة لو الكرسين دول في حصل خرم في الطيرا والاتنين دول نزلوا كده تترعش وتاة وماتو وبشيوا بعيد عمي كان بتخاف جدا بدي رأيك في المهرجنات تعتبروا تطور ولا تدهور للموسيقا لا انا بعتبروا حاجة جميلة والناس بره حبوها انا نفسي كل مصريين يغنوا كل مصري تغني احسن معملوا حاجتان وبعدين لو في حد معترد مش انا انا مش معترد وانا ضد المنع على فكرة فهفة احب اش امنع حد من حاجة لكن أعرف أحل مشاكل يعني أعرف مشكلتي معهم فين فهنلاقي كلنا كده لو سألنا بعضنا هنبقى متفقين عن مشكلتهم في الكلمات طيب هنحل المشكلة دي وبعدين نديهم فرصة ينطلقوا ويشتغلوا ويعيشوا شكل عينك على كرسي النقيب يا متحد والله يعني الكرسي النقيب ده أخوي الكبير فنان هنشاكر يعني أنا من أول الناس اللي ساعدوه علشان يبقى في يعني دعمناه علشان يبقى في المكان ده وهو أهل المكان ده لكن بتسأليني أنا عن نفسي أنا ما حبش غير أن أنا أبقى قدامي كريستالة وورايا أوركسترا وقدامي جمهور جميل هي دي حياتي يا حياتي ربنا يخليلك الجمهور والكريستالة ترجمة نانسي قنقر